أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَيُّهُو بِلِيفْ يَا الَّذِينَ آمَنُوا وَصَدَّقُوا وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ those who believe in Allah and His Messenger and work it accordingly whoever men from among you turns back from his religion من دين دين الإسلام becoming a disbeliever again الله سيجلب سيحضر أناس آخرين يستبدلهم switch them instead of those whom he will love يحبهم الله يحبهم جعلان الله ويكمنهم and they will love him ويحبون humble أذلة على المؤمنين عاطفين على المؤمنين متواضعين مع المؤمنين humble towards the believers أشدة أو أعزة على الكافرين stern towards the disbelievers fighting in the way of Allah يقاتلون يجاهدون في سبيل الله and never fear of the blame ولا يخافون the blame اللوم of the blamers من اللائمين أي كما يخاف المنافقون لوم القفر they don't get scared like the hypocrisy gets scared of getting blamed by the disbelievers that is the grace of Allah هذا فضل الله which he bestows he puts on whom he wills الذي يضعه يؤتيه على من يشاء and Allah is all sufficient والله كاف for his creatures لكل needs حاجات عبيده أو مخلوقات كذلك هو عليم بكل شيء يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أهل أهلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون أهل لهم تلائم ذلك ويحبونه فضل الله يؤتيه من يشاء ويحبونه ويحبونه الله تجعلنا من الذين يرتبدون عن دينهم الله أجعلنا من الذين تحبهم و يحبونك ويُدلتين على المؤمنين عزتنا الكافرين جاهدون في سبيلك ولا يخافون لهم تلاعم الله أعطنا من فضلك الواسع إنك واسع عليم الله أمين أَلَّمُ أَمِينَ أَوَ اللَّهُ بستوى عبارك على كل مننا اللهم أمين والله أنت لكي تستطيع كل تستطيع لكل كلنا نحتاج وأنك تستطيع اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته